وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي ووضحت الداخلية أنها تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 37 طن وفي مجال قضايا المخابز أعلنت وزارة الداخلية ضبط 610 قضايا من بينها 169 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط عشر قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 285 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر